نحو محاولات لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان انتهى اليوم العدو التنازلي بتوقع الاتفاق بين مجرس السيادة الانتقالي والقوى المدنية حيث وقع رئيس مجرس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ونائبه حمدان دقلو اتفاقاً إيطارياً للانتقال السياسي في البلاد مع العديد من القادة المدنيين وحددت الأطراف السياسية اتفاقاً سياسياً إيطارياً مبدئي بين تحالف قوى الحرية والتغيير وبين مجرس السيادة مع تأسيس سلطة انتقالية مدنية بعدما عملت الأمم المتحدة ودول عدة على تسهيل المحادثات بين أطرافها ويطمن الاتفاق الإيطاري فترة انتقالية سياسية بقيادة مدنية لمدة عامين يقتصر فيها دور الجيش على مجلس للأمن والدفاع يرأسه رئيس الوزراء وسيعقب الاتفاق مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى ثورية ليتأسس عليها دستور انتقالي ثم تتشكل مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة وجددت القوى السياسية الدعوة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات القوى الثورية وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام ينهي عقود من الاضطرابات السياسية أملا في رفع المعاناة عن الشعب السوداني وبما يؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة اشتركوا في القناة